اشتركوا في القناة منوها سموه على زيادة وطيرة العمل وسرعة تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطة تنفيذية حسب الأولويات المرصودة ومدى التأثير كما ناقش سموه مشروع المدينة الرياضية في الاسخير الذي يعد إضافة نوعية للقطاع الرياضي في مملكة البحرين كمشروع تنموي سيكون له دوره في رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع البحرين كوجهة سياحية ورياضية جاء ذلك لدى لقاء سموه في مكتبه بقصر الوادي اليوم مع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة المهندس ابراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وقال سموه إن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ودعمه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله حققت مكتسبات بارزة خلال السنوات الماضية وسيتم مواصلة تحقيق المزيد من خلال هذه المسيرة المباركة عبر الحرص على تكامل الجهود بروح فريق البحرين بين جميع القطاعات وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات الرياضية ومن ضمنها استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية والتي رسخت اسم المملكة على الخارطة الرياضية العالمية ومن المؤمل أن يتكامل مشروع المدينة الرياضية مع حلبة البحرين الدولية وغيره من المشاريع التنموية المهمة في المحافظة الجنوبية وأضاف سموه أن عوائد المشاريع التنموية الرياضية تتعدى المباني والمرافق وحسب فهي إضافة إلى ذلك توجد بيئة لتحفيز الإبداع والابتكار والاحتضان الطاقات البحرينية الطموحة القادرة على العطاء والبناء في وطنها ترجمة نانسي قنقر